الجانب الاقتصادي من هذه الزيارة حضرتك شايفه ازاي فيه نشاط مكثف جدا للسيد الرئيس لقاءات معه يعني وقاساء للشركات الصينية فيه تنامي كبير جدا لحجم الاستثمارات الصينية في مصر تحديدا طبعا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وغيرها من المناطق الزاوية الاقتصادية شايفها ازاي خلينا في الزاوية الاقتصادية نبدأها بس بحاجة بسيطة كده هي الصين يعني الصين اكبر تالت دولة على مستوى المساحة اكبر دولة على مستوى تعداد السكان بنتكلم عن تريليون ربعمائة وخمسين مليار نسمة أكبر اكبر تريليون اكبر الدولة في التبادل التجاري على مستوى العالم بنتكلم في حدود ستة وستة من عشرة تريليون يعني بنتكلم في تلاتة ونصف تريليون صدرات اتنين ونصف تريليون واردات تريليون فالعلاقة مع دولة كبيرة زي دي برضو لسه ما ابتدتش من دلوقتي فخمت رئيس زار الصين 2014 وزارها في سنة 2019 وتمت زيارة الرئيس الصينيين في مصر في 2016 بالإضافة للزيارة اللي تمت من خلال اليام اللي فاتت دي كل هذه الزيارات كان محورها شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد إيه اللي خدته مصر خلال الفترة الأخيرة يمكن نتذكر بس في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد اللي تم من أبتدأ في 2016 كان عملنا اتفاقية تبادل للعملات مع الصين كانت تعادل حوالي 3 مليار دولار في وقت كنا محتاجينها وقت التعويم الأولاني بتاعنا عملنا مشروعات للبنية التحتية مع الصين ويمكن ده الفكر اللي تبنيه فخمت الرئيس في أن احنا إذا كان حجم التبادل التجاري بيننا وبين الصين قرابة الـ 14 مليار دولار بس طبعا 12.9 من 10 منهم لصالح الصين واردات وحوالي مليار دولار صادرات مصر للصين عشان نقل بهذا الوضع مع دولة كبيرة زي كده كان لازم نضع تحت عيوننا توطين الصناعة وبالتالي بترينا نعمل مشروعات مع الصين اتفاقية الأخيرة معها حوالي 14.750 مليار دولار عشان مشروعات الهايدروجين الأخطر البرج الأيكوني اللي بيتم فيه العاصمة الإدارية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشروعات البنية التحتية كلها وبالتالي هذا التبادل بين اللي نهاء وبين اللي صناعة موجودة هنا وأستطيع نتيجة الاتفاقيات اللي عملتها مع الصين والتبادل التجاري اللي بيتم إننا أبقى فعلا مركز تجاري وده اللي بيعززه الاتفاقية اللي مصر دعمتها في 2019 اللي هي الحزام والطريقة طيب بالحديث يا فندم عن هذه المبادرة لو حضرتك نستغل وجود حضرتك معنا ونشرح للسادة المشاهدين هذه مبادرة مبادرة الحزام والطريق وأيضا مدى جدوها بالنسبة لمصر الحزام والطريق هو حلم صيني من زمان قوي من قبل الدولة العثمانية وكان بنسميه طريق الحرير اللي هو التبادل التجاري اللي كان بيتم من الصين عشان نروح لأوروبا فكانوا بياخدوا طريق الحرير ده اللي هو المحور من الصين اللي المفروض هيمر على قناة السويس ويدخل يبقى ليه مدخل لأوروبا وليه مدخل لأفريقيا التبادل التجاري ده الحزام والطريق جاي من امتداد من الصين لغاية كان نفسهم يوصلوا طريق لغاية لندن والجزء البحري اللي هو هيمر بقناة السويس عندنا ويبقى ليه مدخل لأفريقيا أو لأوروبا بحري وبالتالي هذه الخريطة أو الخطة الصينية بتدعم بقى من خلالها إلا هنستفادوا إحنا مصر بتدعم من خلالها البنية التحتية يعني أنت لما بتعمل تبادل تجاري أو محتاج أنك تعمل خط للنقل أو الطرق من دولة ودولة محتاج أن يكون الدولة اللي هيمر بيها فيها بنية تحتية جاية وده اللي تم فعلا في الاتفاق سنة 2019 ساتوش